عقد وزير البترول طارق المل عدة اجتماعات على هامش مشاركتي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وبحث الوزير مع رئيس وزراء بلغرية كيريل إمكانيات وفرص التعاون بين البلدين في مجالات التاقة في ضوء الدور الإقلمي لمصر كمركز لتجارة وتدول الغاز الطبعية وكذلك بحث تدعيات الأزمة العالمية الحالية على أسواق الطاقة كما التقى الوزير أيضا مع أميني عام منظمة الدول المصادرة للبترول أبك محمد باركيندو حيث أعرب الوزير عن تقدير مصر لجهود أميني عام أوبك خلال الفترة التي قضاها في قيادة المنظمة والتي تنتهي في شهر يوليو المقبل والتي ساهم خلالها في قيادة المنظمة للقيام بدورها في ضبط السوق وتحقيق التوازن المنشود خاصة بعد جائحة كورونا